دخل الغازي عبد الرحمن في خدمة سليمان شاه في آخر أيامه وكان من حرسه الخاص فكان من جنده المقربين رغم صغر سنه ثم بعد ذلك قاتل تحت لواء أرتغر الغازي وكان من مقربيه وأحد محاربيه الأوفياء وخاض معه كل معاركه وغزواته لدرجة أنه الوحيد من بين كل محاربي جماعة الإخوة الذي لقب باللقب الذي لقب به أرتغر وهو الغازي خدمة عبد الرحمن غازي لعثمان حارب عبد الرحمن غازي مع عثمان بن أرتغرل مؤسس الدولة العثمانية وكان حينها شيخا كبيرا لكنه بقي وفيا لدينه وعاداته وحين حاول دندار عم عثمان الانقلاب عليه كان عبد الرحمن إلى الجانب الحق فحارب مع السلطان عثمان الذي قتل عمه الذي خانه كان اعتماد المؤسس عثمان عليه مطلقا فقد أرسله على رأس ثثمائة فارس إلى إحدى القلاع ففتحها كما أنه كان ضمن الأربعين فارسا الذين أرسلوا متنكرين بزي النساء إلى قلعة بلهجيك فكان في القلعة زفاف فنجحوا في أسر كل من كان فيها كما فتح رحمه الله قلعة أيدوس حارب عبد الرحمن غازي إلى جانب كل من تورغوت ألب بامسي بارك سامسا جاويش كونور ألب وأق تيمور وغيرهم من فرسان الوغة وشهد بداية تأسيس إحدى أقوى الخلافات الإسلامية جميعنا أحببنا شخصية عبد الرحمن غازي لصدقه وأمانته وقوته أمام الأعداء للتنسى الاشتراك في القناة وتدعمنا بلايك ترجمة نانسي قنقر